إشراقة خانقة لمدينة الشمس سلسلة غارات عنيفة تهدد إحدى أهم المناطق التراثية في لبنان مدينة بعلبك قصف إسرائيلي كثيف بدل حالها مدينة بعلبك أكبر المدن في البقاع شرق لبنان موقعها الاستراتيجي إنعكس عليها تقول إسرائيل إن البقاع بوابة حزب الله لتهريب الأسلحة الغارات امتدت إلى داخل بعلبك واثنتين عشرة بلدة أخرى على الأقل تحيط بها أممياً مصير الآثار في خطر قلعة تاريخية قد يمسها الضر إن استمر القصف على المدينة اليونسكو ذهبت إلى أخطر من ذلك حذرت من خطر تدمير آثار فينيقية مدرجة على قائمة التراث العالمي إن لم نتمكن من حماية أفضل الأماكن على وجه الأرض والتي اتفقنا عليها جميعاً كمئة وأربعة وتسعين دولة اتفقنا على أن هذه الأماكن هي التي نحتاج إلى الحفاظ عليها إن لم نتمكن من حمايتها فأنا أعتقد أننا فاشلنا جميعاً قرى عديدة محيطة بقلعة بعلبك هجرها أهلها قصراً بعد إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء منازل وقرى بأكملها